بنعمل بنشيل المياه البيضاء وبنزرع عدسة مكان العدسة اللي هي مع التما دي بس برضو احنا في الاطفال زرع العدسة ده بيبقى ابتداء من سن سنتين مش قبل كده لانه قبل كده بيحصل بيبقى عرضة انه الطفل يحصل له يعني التهابات كتير ورياكشن من العدسة يعني يحصل رد فعل من الجسم تجاه العدسة يعني بيفضل ان هو بعد سن سنتين ان احنا نزرع العدسة للطفل الفرق بين الاطفال والكبار انه في الاطفال زي ما انا قلت الحلقة اللي فاتت لو المياه البيضاء دي في عين واحدة فطبيعي العين دي هتبقى مكسلة فاحنا مش بس بنشيل مياه البيضاء يعني مش بس اجراء المياه البيضاء لا احنا لازم نعالج الكسر عشان الشخص يقدر الطفل يقدر يشوف بالعين دي فما ينفعش لوه خلاص نعمل عملية وخلاص كده عشان كده انا قلت للمشاهدين الاعزاء لازم يشوفوا الجزء الاول من حلقتنا اللي كانت الاسبوع الماضي لانه كان فيها معلومات الحقيقة بالغة الاهمية لانه دكتورة ريهام الحقيقة وضحت لنا ان فيه اجراءات علاجية كتيرة ما بتبقاش لنهاية القصة في الاجراء نفسه ولكن فيه مثلا فيه نظارات بتتلبس بعديها او فيه تمرينات بتحصل بعديها او ما الى ذلك ارجوكم ارجعوا لهذا الامر على وسائل التواصل الحلقة متاحة سواء كاملة او مقسمة يعني كل واحد يشوف الجزء اللي هو عايزه او اللي عايز يشوف الحلقة على بعضها